السلام عليكم ازايكم بانانتي يا رب اكونوا بقى الف خير وف احسن حالي يا رب طبعا بقى لي كتير اوي ما جبتش اي مشتريات تخص الميكوب لانه مش مهتمة بي اوي بصراحة يعني ماليش في جوا ان انا لازم احط ميكوب كامل ومش اعرف ايه اللي زكت عندي مناسبة فاليومين دول عندي مناسبة عندي فرحة ومنزلة البلد فكان ناقصني كذا حاجة كده قد خلصانا من عندي قلت اجيبها الحاجات دي ما جاتش مرة واحدة يعني فيه حاجة تجبتها النهاردة فيه حاجة تجبتها من يومين فيه حاجة تجبتها لاسبوع اللي فات فقلت استنى لما记Chat لها حاجة و بعدين اواريها لكم كلا على بعضها فيه حاجات استعملتها ممكن اقول لكم رأيه فيها وفيه حاجات استعملتها شى لسه اMA فتحتها أصلا فيلا بينا نبتد blas have a choice من الحاجات اللي جبتها قبل كده هاجبها على طول ان شاء الله يعني اللي هو غاصول الحملاية اللي هو بالنيم ده اللي هو تقريبا بخمسة وعشرين جنيه. اه حلوة جدا جدا جدا. ده ما فيهوش الحبيبات على فكرة. ده اللي هو العادي جميل جدا جدا جدا. ده يمكن رابع او خامس شهر اجيبه هو والتاني بتاع الحبيبات. بس بصراحة لما بلاقي ده احسن بجيبه. وهو كمان مستو ان هو زيرو صابون يعني يفوز صابون برضو. لان انا قلت لكم قبل كده الحاجة اللي بيبقى فيها فوم صابون يعني بتعمل يحبوه. فدي كانت اول حاجة. منديل اللي انا بجيبها اه اللي هي بتاع ازالة الميكاف يعني روزيتها دي او ما عارفش اسمها ايه. ملقت هاش بصراحة. فملقت شغل دي. دول اه دول تمانين واحدة. بكم? بسبعتاشر جنيه ونص. اهو. فما عارفش يعني لو حد عارف الماركة اللي هي ليت البط دي. يقول لي ازا كانت كويس ولا لأ لاني ما جربتهاش قبل كده. طيب ميت الورد من الاروز. طبعا انا جبتها واستعملت منها حبة. حبة صغيرين اهم. لاننا بستعملها في ازالة الميكاف وبستعملها كطونر عادي. ميت الورد بتاع الاروز بالزات مش روز ووتر. تفرق. دي تفرق عندي. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. الاروز ووتر اللي هي نفس الشكل كده بس مكتوب عليها روز ووتر. دي عاملة زي التونر فقط لغير. ما بتشيلش الميكاف خالص. انما الاروز دي بتشيل الميكاف. هتستعملها كطونر من غير ما ترجيها. عاية تستعملها كتشيل بها الميكاف. رجيها والفوم اللي بيطلع منها ده هو اللي بيشيل الميكاف بتاعها. ودي كانت عاملة تلاتين جنيه. خلاص. من الحاجات اللي انا جربتها قبل كده واجبتها تاني قعد معايا شهرين تقريبا. مزيل الميكاف بتاع بيرلي. بصوا هو بيزيل الميكاف اه بس مش قوي زي حاجات تانية. بس بصراحة اللي عجبني فيه زيت اللوز اللي هو مكتوب موجود فيه ده يعني موجود بزيادة. فانا بستعمله كترتيب مش اكتر. يعني بشيل بالميكاف يعني بعد ما بشيل الميكاف كويس جدا جدا. بالغسول مسلا بتاعي او بين الوايبس او باي حاجة تانية. باخد قطمة وبما اخد بحبة صغيرة منه. بمشيها على بشرتي. بحس موظف البشرة اه بس في نفس الوقت اهم حاجة الترتيب بتاعه. وكان نلخص جدا في ميوي يعني تقريبا كان عامل تمانية جنيه حاجة كده يعني. فده جبته برضو. هو الشهر ده شكل العبوة بتاعته مختلفة شوية لان انا ما جبتوش من من محل مستحضرات تجميل عادية يعني. خلاص. الحاجات بقى اللي جبتها ومنصحش حد نهائي انه يجيبها. قلو ايفا بتاع الشعر. اللي هو ده. دي كانت بخمستاشر جنيه تقريبا او سبعتاشر جنيه يبصوا. الكريم من جوة. فلوكو الفلاش بس عشان تشوفوه. عامل زي العجين. يعني مش مش مسهل كده فرضو حتى لما تدهنيه على شعرك ريحته حلوة اه وزي الفل ما قلناش حاجة. بس الخامة نفسها تحس انها بودرة معجونة كده بحاجة غريبة. ولا بيرطب الشعر ولا بيعمل اي حاجة فيه. فده بقى لح ما انصحش ان اي حد ان هو يجيبه. خلاص. فنصحوني بالمرز جبت بالمرز طبعا سعره بقى عالي جدا. مش زي الاول خالص كنت بيجيبه زمان. بس سعره بقى عالي جدا دلوقتي اهو. دي عاملة تمانين جنيه. ما تتصدموش? اه تمانين جنيه. يعني مية وخمسين جرام. بس اه ما تفهموش يعني. غير جدا لانه معروف طبعا القولة بتاعته حاجة نظيفة قوي اهي. عشان من الناس بس اللي ممكن ما تصدقش. مش عايزة تعمل كلوز لي عليها. تمانين جنيه. اهي. خلاص. في يعني لسه ما استعملتوش. فاللي استعمل بالمرز يقول لي. انا كنت بجيب العبوة اللي هي الصغيرة اه وكانت يعني من ابن ما تجاوز بكتير قوي. بالكتير قوي ما جربتوش ومعرفش هل هو زي ما هو ولا ايه ظروفه فاللي جربه يقول لي. اللي جرب العبوة اللي هي دي يقول لي مكتوب انه غني بفيتامين ايه? الف ودال وهيه والبروتين. فاللي تجرب بالمرز يقول لي. كمان جبت جونسون مرتب طبعا حلو جدا جدا للبشرة. انا عموما لو هستعمل ميكاف بستعمله حلو جدا. ودي كانت بخمستاشر جنيه. تمام? جبت بقى زبدة اللمون لقيت ناس كتيرة قوي بتشكر فيها. دي بتاعت ميلا. اهي. دي باثناشر جنيه ومص. رحتها بجد واهم يعني كمخمرية. بس هم بيشكروا فيها جدا. وشفت ناس كتيرة من زماية اللي مجربينها. اه العلبة اللي هي اكبر من دي. اللي هي بعشرين تقريبا. بيقولوا بتفتح جدا جدا جدا. يعني لو في اماكن سودة او البشرة عموما بتفتح. فانا جبت الصغيرة دي باثناشر جنيه ونص. قلت اجربها كده ونشوف الدنيا فيها ازروفها يعني لو كويسة هقولكم اكيد اكيد تجيبوها. بعد كده جبت التلاتة دول. عشان بشيران بصور بالكاميرا النهاردة فتقريبا عيني مش متعودة غير على الفلاش بتاع الموبايل. فاضاءة الكاميرا جمدة شوية. المهم دول اللي هما التلات شفارات بتوع البشرة. التلاتة بعشرة جنيه. اعملت لكم عنهم ريفيو. هسيبه لكم في ان شاء الله. بجد حلوين جدا جدا جدا. ولا فتلة ولا موقت ولا اي حاجة تانية خالص. يعني خليكي ترمي اي حاجة تانية. ودول التلاتة مع بعض. الواحدة بتعمل الوش كله تقريبا تلات مرات. التلاتة مع بعض بعشرة جنيه. يعني حاجة ولا الهواء. رخيصة جدا جدا. طيب. بقي الميكب جبته منين هقول لكم حالا. بس الاول عايزة وريكم دي جبتها من اخر العنقود. شنطة كده مكتوب عليها ماك. طبعا يا مش ماك ولا حاجة يا بعشرة جنيه ونص. بس قلت هتنفعني هتشيلي حاجات كتير لان اللي عندي صغيرة جدا. يعني الخنة بتاعتها عادية. بالنسبة لعشرة جنيه معادي جدا. فهي بعشرة جنيه. فقلت هتنفعني هتشيلي حاجات كتير. خلاص دي جبتها من اخر العنقود. ودول بردو دي بردو كانت من اخر العنقود على فكرة. والقطن بتاع الميكب كان من اخر العنقود. بقي الحاجات بقى هقول لكم جبتها منين والاسعار بتاعتها منين بالزبط. الميكب اللي انا جايبه في منه اه حاجات وفيه سيم وفيه كوبي. الفرق بين التلاتة تيبر جدا. خلاص. الاماكن اللي انا جبتها منها دي فيه محل اه قصدي فيه معرض اسمه معرض السوري في شرع العريش. مش التاني لا الاولاني خالص اللي هو من على فيصل. يدخلي اول حاجة تقابلك في الستندات بتاع الميكب. هم مش يستندوا على حاجة. وحطيني الميكب كله وغرا بعضه. عند موجودة عندهم والسيم والكوبي والهاي كوبي. والصيني. خلاص. انا شخصية ممكن استعمل كوبي. ممكن استعمل هاي كوبي. ممكن استعمل سيم عادي. على حسب. مدام استعملت لحاجة وجربتها على بشوريتي ما طلعت ليش حجوب. ما فيش اي مشكلة ان انا استعملها. خلاص. فا يلا بنا نبتدي. انا جبت كريمي الاساس بتاع كنت استعملته قبل كده. اول مكان طالع. انا لسه ما فتحتهاش. اهو فتحها معاكم. كنت استعملته اول مكان طالع على طول. انا جايباها من المعرض اللي بقول لكم على ليه ده. عايزة بس اواريكم حاجة قبل ما نشوف ده. صناعة فرنسي. عايزة اعمل لكم بس عشان تشوفوها. اهي. دي. باينة ولا مش باينة? باينة ولا مش باينة? مش عارفة. اهي. ميد ان فرانس. عايزة اوريها لكم بس الاضاءة صعبة. مش عارفة في ايه? عكسة معايا ليه? مش عارفة. ميد ان فرانس. فرانسوي اوعي الجيبي الصيني. اوعي اوعي اوعي. لانه وحش جدا جدا. انا اتضحك علي قبل كده. وكنت دفع متين جنيف العباوة والترامد. طلعت لي حبوب. بدلت لي بشريتي. انما ده الاريجنال بتاعه. اهو. دي الدرجة بتاعته. ده عامل مية خمسة وسبعين جنيه. بصوا عامل ازاي الفرد بتاعه كمان عامل ازاي? حلوة جدا جدا جدا. ده بالزاد بتاع اسهل كتير جدا من الفرشة. لانه كريمي. فالنسبة اسهل. ولو انت حط زيادة هتشيله معاك. خلاص فده كان بمية خمسة وسبعين. من نفس المكان انا قلت لكم عنه طبعا ريحته خطيرة. ريحته خطيرة بجد. من كمان الحاجات اللي جبتها بتعمي بلين. ده من عندهم برضو. دي الدرجة اللي هي الميديا. اللي هي مية وتلاتين. افتحوا معاكم. انا لسه ما استعملتوش. بصراحة او مرة اجربو. كنت بس تعمل حاجات تانية. انت بس تعمل اللي هو ده. هوريهولكم برضو. بصوا. وانا طبعا لسه ما عرفش مش فاهمة ايه قصته. بس هو اه بتطلع اهم. مش باين في الكاميرا ما عرفش ليه. لا اهم طلع. ما جربتوش قبل كده بصراحة. فاللي جربو يقول لي. دي كانت بمية وعشرين جنيه. فاللي جربها اه هي طلعت ايه. فاللي جربها يقول لي. بس انا ناس كتيرة او بتشكر فيه. وحعجبني بصراحة لانه كريمي. مش ناشف. فدي كانت بمية وعشرين جنيه. دي. اوعوا تجيبوا القصيرة التخينة. مش حلوة. مش حلوة. مش حلوة. اه مش مش كويسة بالمرة يعني. خلاص. وقلت لكم ده الدرجة الميديم درجتها مية وتلاتين. تمام? ده بقى اللي انا كنت بستعمله قبل كده. ده بستين تقريبا او بخمسة وستين. ده ده انا كنت بستعمله قبل كده اهو. برضو جبته المرة دي ما هتسألونيش جبته ليه? انا فيه حاجات كنت جايبها الاول ولما دخلت جوه عجبتني حاجات تانية جبتها. ده ده رجب بتاعته اهي. دي لو عندك هلات. ليه جبتهم? لان انا بصراحة عندي هلات صعبة قوي بسبب الحمل. اه. لان انا عندي هلات بسبب الحمل صعبة. فتقريبا ده كنت جايبها بستين او بخمسة وستين. خلاص? لما دخلت جوه شفت حاجة الام ان. ما عرفش ده ايه? المفروض انه كونسيلر. انا اقفلالكم الفلاش بس علشان تشوفوا الدرجة بتاعته. بصوا ده مستحيل يكون كونسيلر. ده ممكن يتنظف به تحت الحاجة. بقى دي من الحاجات اللي كنت جايبها من اخرى العنقود. كان بخمستاشر جنيه. ده ممكن يتنظف به تحت الحاجة بقى. انما لا مش كونسيلر. حتى في فرده لا. يتعامل بي اضاءة ممكن. انما لا مش آآ. يعني لو حد هيجيبه هيجيبه كااضاء وينضف به تحت الحاجة. بخمستاشر جنيه من ام انا. اه مهم. من الحاجات الجميلة 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 بالقوي يعني. دي انا معرفش هيصنع صيني. ولا ايه بالزبط? دي بتاعة الحواجب الفيديو ده على فكرة زي ما قلت لكم انا دي استعملتها حلوة جدا جدا هينزل لكم الله يعني هينزل امتى يعني معرفش المعايدة بالضبط هينزل امتى دي مسكرت الحواجب ليجي بها غمع قوي لان انا مش حابة اشقر حواجبي ولا اباين ان هي متشقرة نهائيا دي كانت بخمسة وعشرين جنيه حلوة جدا ورخيصة وغنيتني عن الالم كتير الالم ده بتاع ام ان بتاع الحواجب كان باقي خمسة جنيه فدت هوني يعني فوق الحاجة بي دي كانت عاملة خمسة وعشرين جنيه اللي هي فاشن برو دي الدرجة بتاعتها زيرو تمانية تمام جبت المسكرة دي ومنصحش اقد اي حد انه يجيبها استعملتها دي كنت جايبها باربعين جنيه ملهاش اي علاقة باي مسكرة بصوا انا عجبتني الفرشة بتاعتها بس هي من جوة عاملة زي الزيت مش مفهومة يعني بصوا مش مفهومة مش عارفة دي ايه لا بتطول ولا بتكسف ولا بتعمل اي حاجة فبلح يعني دي محدش يجيبها استعملتها مرة واحدة ومن ساعة ما جيبتها والله وانا ركنانا جايبها من الاسبوع اللي فات وهي مرقونة خلاص جبت زبدة الكاكاو او مرطب الشفاف بتاع لونة حلوة جدا جدا انا باكله يعني يعني ملوش حل ب18 جنيه بس بتقعد كتير على فكرة يعني ما بتخلص في وقتها لأ بتقعد كتير قوي خلاص القلم ده بصوا مكتوب عليكم اتنشر جنيه ونص من اخر العنقود ده هو اا من بصوا جمال جمال لونه ورحته بصوا جمال لونه ورحته باتنشر جنيه ونص وقلم روش وثابت جدا يعني انا استعملته مرة واحدة بس على شفافي حلو جدا 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 بجد والله العظيم هتلاقف اي محل اخرى عن قود هو صغنطوط اه كده بس جميل جدا طبعا بيطلع من هنا خلاص واه برضو عشان تبقوا عارفين الكونسيلر بتاع ام ان ده برضو بيطلع من هنا يعني بيعلى من هنا خلاص بس زي ما قلت لكم ده هتجبوه هتوء اضاءة جبت القلم ده انا ما عرفش هو يا مركة ايه ده مكتوب ما عرفش هو ايه بالزبط يعني بس هو عجبتني الدرجة بتاعته درجة البني بتاعته وده كان بخمستاشر جنيه درجة البني بتاعته تقيلة وانا ما بحبش الليكود ما بحبوش الارواج السيلة دي ما بتعجبنيش ومش متفقين مع بعض القلم ده بقى جبته قبل كده واستعملت كتير 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 واتقصر مني فازعلت قوي علي فما صدقت الايد المفروض ده ده من كيس بيوتي المفروض ده كنتور الدرجة بتاعته زيرو واحد المفروض ان هو كنتور عام يعني بس هو للشفايف مش لحاجة تانية ده للشفايف او تنظفي بيمكن تحت الحاجة او الدرجة بتاعته اصلا نفس رون الجلد بالزبط فلما بتبقى عايزة تعملي فوليا من الشفايف او حاجة بينفع جدا يعني ما اقول لكوش بس غلاي ما فاكرا سعره كامل من الحاجات بقى الكوبي او الكوبي او مش هاي كوبي كمان دي كوبي عادية انا الفرش ما بيفرقش معايا بصراحة جبت الثلاث فرش دول مع بعض من ماك التلاتة باربعين جنيه هم انا الفرش بالزات ما بتفرقش معايا اتنين دمج واحدة ممكن تنفع لتنظيف تحت الحاجب او فوقه او اساسا هي من الفرش المقطوشة دي اللي هي بتاعت اا رسمة الحواجل خلاص التلاتة ماك دي كوبي عادي جدا يعني رخص جدا بالنسبة الفرش ماك الفرش بتاعتهم عجبتني انا بتفرقش معايا الفرش خالص مدام الشعر بتاعها ناعم ما بتفرقش معايا دي الصغيرة بتاعت الدمج ودي الكبيرة التلاتة باربعين جنيه لو هتجيبي ماك الوريجنال وهتركزي بقى على الفرش الوريجنال لأ جاهزي معاك مبلغ وقدره اخر حاجة جبتها دي السيم بتاعت زبال البلاشر انا استعملتها كانت عندي قبل كده باستخلصت ما تتفتحي ما تفرقش كتير عن الوريجنال كانت عندي الوريجنال وهو هقول لكم الفرق بين دي وبين دي دلوقتي دي درجاتها جميلة طبعا دي مرايا بس عشان ما تعكسناش دلوقتي وتبقى فضيحة اهي دي الدرجات بتاعتها الوريجنال هتلاقوا القطعة دي لها مكان كده هنا بتتشلمينه ممكن تنقلوها وتبدلوها مع بعض بس دي من الصيني هقول لكم برضو اهي الله ما صلى على سيدنا محمد في اندي ايرلندي اهي يعني دي من الصيني خادص الصيني انا شفتها وتدبست فيها لا دي امريكي اهي اهي اتكبر لكم الصورة اهي خلي بالكم عشان في اختها الصيني بالزبط بنفس الشكل بكل حاجة بنفس اللي هو على شكل البك والكلام ده كله ده بس البودر بتاعتها سهيئة للغاية فخلي بالكم من الموضوع ده دي الدرجات البنيات ودرجات هاي الدرجات دي بتاعتها حلوة جدا بالنسبة لي خلاص فدي كانت البلت بتاعت زبالم بتاعت البلاشر ودي كانت بمية وتلاتين جنيه اللي بتتباع على الجربات بخمسين وبتلاتين اوعه نصيحة عن تجربة واحدة صاحبتي بهدلت لها بشرتها خلاص ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله في حاجات طبعا معزم الحاجات ما جربتهاش فالحاجات الجديدة اللي انا لسه مستعملتهاش انا جايب الحاجة دي على مدار الاسبوع على مدار عشر ايام بالزبط يعني في خلال عشر ايام كنت جايب الحاجة دي لانه ما ببقاش عندي وقت ان انا نزل اجيب كل الحاجة على بعض او اعد الف كتير لو في حاجات الجديدة الحاجات الجديدة اللي لسه مستعملتهاش ان شاء الله اقول لكم رأيي فيها في فيديو الوحده اه ده كان الفيديو بتاع النهاردة لو عايزين جولة في ميكياجي انا ما عنديش اي مشكلة بس اه مش هتلاقوا حاجات كتير او يعني هتلاقوا الحاجات دي وجزء بسيط هو اللي موجود عندي لان انا زيان بقول لكم كل فين وفين لما باشتري ميكياش خلاص لان بحبش عود بشرتي علي لازا كانت عندي مناسبة بقى واحبة اه اجيب حاجات جديدة خلاص اشوفتنا على الف خير في فيديوهات تانية كتير سلام عليكم اشتركوا في القناة